حبايبي طلبة الصف الخامس الابتدائي اخيرا وبعد طول انت ظاهر ظاهر منها connect 5 هنبدأ النهاردة ان شاء الله بالوحدة الاولى الجزء الاول منها حضر كشكولك وقلمك الجميل ويلا بيني هنبدأ مع بعض بيونت 1 ويونت 1 عنوانها we plant our food كله بلانت هنا مش معناها نبات بلانت هنا معناها يزرع we plant our food يعني نحن نزرع آآ طعامنا هنبدأ مع بعض بport one او جزء الاول هنبدأ مع بعض بمجموعة الكلمات اللي انت شايفها دي آآ وبعد كده ان شاء الله في الفيديو الجاي هناخد جزء reading آآ بس عاوزيني الكلمات دي عشان تتدرب عليها يعني عندي كلمة plant يعني يزرع او نبات plant plant food يعني طعام food bananas 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 موز beans beans يعني فول coconut coconut اللي هو جوز الهند eggs eggs يعني بيد و grapes grapes يعني عنب milk 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 لبن harvest harvest يعني يحصد كيكس اللي هي الكيك كيكس candy يعني حلوة carrots يعني جزر lemons lemons ومش lemons دي اسماها lemons يعني ممون يعني بذور مانجوز يعني مانجة مانجوز مانجو يعني الناس يعني الناس اللي هو الحمص يعني المكونات اتمنى تحفظ الكلمات دي كويس جدا لاني في درس الاول طيب عندي جزء خاص بالجرامر بيعرض لموضوع جميل جدا وهو آآ عندي السؤال عن ما يجب ان يتناوله الشخص لما تيجي تعرض على حد حاجة يعني فبقول له ايه what would you like what would you like خلي بالك دي معناها ماذا تحب انت بتعرض عليه يعني انت تجيب له حاجة خلي بالك ان الفعل هنا like يحب او يريد يعني انت عايز ايه what would you like ماذا تحب like هنا جاية مصدر لاني بعد would بييجي الفعل في المصدر ما ينفعش اقول what would you liking او مسلا what would you liked بعد would بيجي الفعل زي ما انت شايفه في المصدر واحنا عارفين ان مصدر يعني فعل بدون اضافات او تصريفات او بسأل what would you like to eat لو انت عايز تخص يعني او الاكل what would you like to eat ماذا تحب ان تأكل خلي بالك برضو ان هنا مصدر وايت مصدر يعني افعال بدون اي اضافات او مش مصرفة خالص لاني هنا بعد would بيجي بعدها مصدر وفي مصدر احيان توب بيجي بعدها مصدر اللي هي ايد what would you like to eat يعني ماذا تريد ان تأكل what would you like to drink يعني ماذا تحب ان تشرب what would you like to drink طيب لو انا هجاوب هقول له I would like some I the I D D هي اختصار what I would like يبقى ال I I would like D اختصار I would هقول له I would like some واقول بقى الحاجة اللي انا عايزها لهو مسلا سألني ماذا تحب ان تأكل what would you like to eat ممكن اقول له I would like some bananas مسلا please هممكن لو سألني مسلا what would you like to drink هقول مسلا I would like some tea بعض الشاي لو سمحت طيب يلا كده نشوف اه التمرين الصغير اللي عندي بقول complete the following عندي عمر هو عادل اه عمر بيقول what would you like what would you like ماذا تحب هنقول اجابة من اللي احنا اه لسه ايلينا عليها هنقول مسلا I would like some tea هو هنا محدد ليش بالضبط اه اكل مسلا او شرب فانا ممكن اقول له I would like some tea طب حد تاني هيقول مسلا I would like some مسلا آآ رايس صح جدا I would like some tea او I would like some rice اي حاجة طيب عندي اه ده سؤال ويقول لي الاجابة بتاعته I would like some grapes please I would like some grapes grapes يعني عنب انا عايز شوية عنب لو سمحت فهنا السؤال بتاعها هيبقى مين يقول برافو what would you like to eat what would you like to eat يعني ماذا تريد ان تأكل هتبقى اللي جابة I would like some grapes please طيب عندي بعد كده درس مهم جدا بيتكلم عن countable والuncountable countable يعني يعد وuncountable لا يعد الاسماء التي تعد والاسماء التي لا تعد ركز معايا كده جامد في الجدول اللي جايدة عندي زي ايه زي كلمة book يا طرى كلمة book يعني كتاب ينفع اجمعها او ينفع اجمعها فتبقى books book جامعها books وضفت لها اس كميل جدا طيب كلمة مسلا زي باس يعني ينفع اجمعها اه باس هتبقى برافو باسز ضفت لها اس يبقى ينفع اضف اس ينفع اضف اس طيب تعال كده نشوف الكلمة دي baby baby عايز اجمعها هتبقى ايه هتبقى بس خلي بالك هنا اضفت اي اس ليه اضفت اي اس لان كلمة بيبي منتهية بحرف الواي قبل حرف الواي ده حرف ساكن قبل حرف الواي حرف ساكن هشيل حرف الواي واضيف اي اس طيب تعال كده شوفك مسحصح معايا ولا لأ كلمة boy هجمعها زي هنشيل الواي واضيف اي اس لأ هتبقى هضيف اس بس لان خلي بالك الواي هنا قبل منه حرف متحرك وازا كان قبل منه حرف متحرك يبقى الواي هتفضل زي ما هي وهضيف اس لكن هنا انا شلت الواي وضيفت اي اس لاني الواي قبل منها حرف ساكن يبقى الكلمات التي تعد بضف لها اس اي اس او اي اي اس عشان تبقى جمع دي الاغلبية العظمى عدي مجموعة كلمات بتبقى شزة شوية زي كلمة مثلا من رجل بتبقى من زي كلمة بتبقى آه هنبقى نعمل ان شاء الله فيديو خاص بيها بس المعظم يعني بنضيف اس اي اس عشان يبقى الاسم المفرد اسم جمع او الاسم المفرد يبقى جمع يعني ينفع اعده دي الكاونتابول نونز طيب تعالى بقى للان كاونتابول نونز الاسماء اللي ما ينفعش اعدها زي ايه زي ميا انا ما ينفعش اعد كلمة زي كلمة رايز رز ما ينفعش اعدها يعني ما ينفعش اجيب منها مفرد وجمع يبقى ما ينفعش اعدها يعني ما ينفعش اجيب منها مفرد وجمع زي كلمة ايه كمان زي كلمة ماني خلي بالك احنا لما مش بنعد كلمة ماني انا مفاحش نجمع او نجيب المفرد من كلمة ماني انما لما بعد الفلوس انا بعد مسلا جنيه بعد دولار بعد اي حاجة انما مش بعد كلمة ماني مابجمعش كلمة ماني كلمة تاني مسلا زي كلمة اويل ما ينفعش اجمع كلمة اويل. خلي بالك ان الاسماء التي لا تعد ان كونتابل نونز دايما بتبقى مفرد. بقول ووتر از. رايز از. ماني از وهكذا. كل الان كونتابل نونز دي بتبقى مفرد. بتاخد از. هنا طبعا المفرد منها بياخد از والجامع بياخد ار عادي جدا. جميل جدا. تعال بقى نتعرف على ا وان. ا وان. طيب اولا خلينا نقول ان هما بيجوا قبل الاسم المعدود ولازم يكون مفرد. لازم يكون مفرد. واسم ايه? اسم معدود. طيب ايه الفرق بينهم? بص كده ا بتيجي قبل الاسم المعدود المفرد بس اللي بيبدأ بصوت ساكن. يبقى اه? بتيجي قبل الاسم المعدود المفرد اللي بيبدأ بصوت ساكن. لكن ان ان بتيجي قبل الاسم المعدود المفرد برضو اللي بيبدأ بصوت متحرك. طب يعني ايه صوت متحرك? فاكر دولة اللي هما الفاولز? اي 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 او يو. دولة الفايف الفاولز اللي عندي. طيب لو الكلمة بدأت بصوت من الاصوات دي هتاخد ان. غير كده هتاخد اه. زي ايه? بص كده كلمة بوك. يا طرق بوك دي بتبدأ بصوت من الاصوات دي? لأ. يبقى هتاخد اه. طيب بتبدأ بصوت ساكن يعني مش متحرك. يبقى هتاخد اه. وهكذا مان و تري. جميل جدا. يبقى الكلمة اللي بتبدأ بصوت ساكن بتاخد اه. طب تعالى كده ايج. ايج بتبدأ بصوت متحرك. اه. ال اي اه. ايج. يبقى هتاخد ان ابل. ان ابل. ان ابل. ان 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 سواني كده بقى. دي كلمة ايه? اور. يعني اور ساعة. ليه خدت ان? معناها بتبدأ بالاتش. خلي بالك هي بتبدأ بحرف الاتش صحيح لكنها بتبدأ بصوت ا. ا اللي هي ال اي. فعشان كده قلت ان اور. ان اور. ان اور. يبقى الفرق بين ا وان. اه بتيجي قبل الصوت او الكلمة الاسم اللي بيبدأ بصوت ساكن لكن ان بتيجي قبل الاسم اللي بيبدأ بصوت متحرك وكلهم لازم يبقوا مفرد وطبعا بما انه مفرد يبقى هكيد هيكون اسم معدود. جميل جدا. تعال كده ناخد تمرين صغير. بيقول لي ات از نقط اورنج. ات از هي طرق ا ا ولا ان اورنج. بغوصل كلمة اورنج. هي اورنج بتبدأ بصوت ساكن ولا متحرك بصوت متحرك. هيبقى هتاخد ان. طيب. ات از نقط كور. طرق كلمة كور بتبدأ بصوت ساكن ولا متحرك بتبدأ بصوت ساكن. ازا هتاخد برافو. اه. نمبر ثري. ات از نقط تري. يطرق اقول ات از اتري ولا ات از ان تري. ات از اتري. ات از اتري. لاني تري بتبدأ بصوت ساكن. نمبر ثري ات از نقط اورن. اورن ولا ان اورن. طبعا كلمة اورن بتبدأ بصوت متحرك فعشان كده هاخد ان. نمبر فور ات از نقط بنانة. يطرق اقول ات از ا بنانة ولا ام بنانة? بنانة بتبدأ بصوت ساكن فعشان كده هتاخد ا بنانة. عندك بعد كده البوت ا او ان اتنشر اه يوم لعندك او اتنشر سؤال اه حلهم وبعتهم لي في الواجب وهنبقى ان شاء الله نصححهم مع بعض. خد سكرينشوت او يكتبهم وحلهم وهنبقى نصححهم مع بعض. طيب. بعد كده عايزين نعرف بقى ايه الفرق بين there is. there are. there is. there are. بيقول لك كلمة there is واضح جدا ان هي بتيجي قبل اسم ايه? is. از ان بتيجي قبل اسم مفرد. طيب ايه كمان اللي قولنا عليه بيجي قبل من is. اسم لا يعد. كبه انا ممكن اقول there is a book لانها اسم مفرد. وممكن اقول there is milk لان كلمة ملك اسم لا يعد. جميل جدا. طب there are. طبعا there are بتيجي قبل الاسم الجمع. هما الاتنين معناهم يوجد. تعال بص كده على الامثلة دي معايا بيقول لي there is a book on the table. there is a book on the table. يوجد كتاب على آآ الترابيزم. كلمة book هنا مفرد عشان كده اخدت is. جملة التانية بقول لي there are three books on the table. there are three books on the table. يعني فيه تلات كتب على الترابيزم. خدنا or لان كلمة three books جمع. طيب عندي ازاي ان فيهم? هقول there طبعا is هادف لها not. هتبقى there isn't. نفس الكلام بيجي بعدها اسم لا يعد او اسم مفرد. معناها لا يوجد. there isn't. او there aren't. ودي بيجي بعدها اسم جمع. وبرضو معناها لا يوجد. زي ايه? there isn't milk in the fridge. there isn't milk in the fridge. خلي بالك is هنا او isn't يعني جد بعدها كلمة milk. لاني milk لا يعد. اسم لا يعد. there aren't bananas in the fridge. aren't. اللي هي في الاصل or. بيجي بعدها اسم جمع اللي هي bananas. جميل جدا. طيب تعال بقى لو هنسأل لو هنستخدم there is في صيغة سؤال هتبقى هنبدأ طبعا بفربتو بي اللي هو is وهيكون معناها هل is there واكمل الجملة بتاعتي. طبعا الجملة بيجي بعدها اسم لا يعد. لان الاسم اللي الذي لا يعد يعمل معاملة مفرد. يا اما هيجي اسم مفرد. فبالتالي are there هيجي بعدها اسم جمع. معناهم هل يوجد ونجاوبهم بايه? سؤال هل بجاوبوا. يا اما بيس يا اما بنوع. طب تعالى كده نشوف مثال بيقول لي is there milk in the fridge? is there milk in the fridge? هل يوجد لبن? آآ في التلاجة هقولي yes وهعمل فاكرين المقص هقول yes there is. ولو قلت no هقول no there is not او isn't وخلي بالك بتيجي في اجابة no. مش بتيجي طبعا مع اس. yes there is او no there isn't. طب لو هنسأل بار نفس التخنيك. are there bananas in the fridge? are there bananas in the fridge? هل يوجد موز في التلاجة? هقول yes there are او no there aren't. خلي بالك انا هنا ازا كان عندي السؤال بار هقول yes there are وازا كان عندي السؤال باز هقول yes there is. او no there isn't يعني. طيب تعال نشوف التطبيق ده معنا بيقول there نقط three boys in the room. يطرق there there are ولا is ولا isn't. خلي بالك three boys يعني مفرد ولا جمع? جمع. فعشان كده هقول are number two there نقط a book on the desk. يطرق there is ولا are ولا aren't. خلي بالك. دي a book يعني مفرد ولا جمع? مفرد فعشان كده هقول there bravo there is. number three they're not a sandwich. they're not a sandwich. يطرق there are ولا is ولا aren't a sandwich. مفرد لجمع? برافو مفرد فعقول is. number four there not four apples in the fridge. four apples. مفرد لجمع? برافو جمع فعشان كده هقول are. number five is there a cat in the room? is there a cat in the room? ده سؤال هو بيقولي الاجابة yes there. يطرق yes there. isn't ولا is ولا are. سانية واحدة. هو سائلني بإيه? سائلني بis. اذا نقول yes there is. number six is there a mouse on the table? is there a mouse on the table? بيقولي no there. نفس الكلام هو وسائل بis. فهقول is ولا isn't. تعال كده نبص دي no. يبقى هقول isn't. number seven there are some in the zoo. يطرق some lion ولا lions ولا مانكي. هم? خلي بالك. there are there are. ازن هيجي بعدها اس. هم? برافو جمع. number eight there is an نقط. هم? يطرق ابل ولا ابل ولا اولنز. سانية واحدة احنا هقولنا an. بتيجي قبل الاسم. برافو. المفرد. عشان كده هياخد ابل. واساسا انا عندي is. يبقى لازم برضو يجي بعدها اسم. مفرد. number nine are there books in the bag? no there. هو سائل بare. يبقى اقول aren't. منفية لان انا مجاود ب. no. ten بيقول لنقط. there milk. يطرق اقول are there ولا there ولا am there. مين الشاطر اللي يقول? هسأل بي. طب تعال كده نجرب R. بس ملك اسم لا يعد والاسم الذي لا يعد. برافو يعمل معاملات المفرد فهقول is. بعد كده بقول لنقط there monkeys in the zoo. نقط there monkeys in the zoo. يطرق اقول or ولا is ولا have. هو هنا. يقول لي ايه? منكس جمع. الجمع بسأل عنه بي. برافو. تقول في بقول لي what would you likes ولا liked ولا لايك. هم? مين يجاوب? what would you? احنا قلنا would. بيجي بعدها الفعل ايه? يعني مصدر. يعني ايه برضو مصدر? يعني الفعل بدون اي اضافات ومش مصرف. واضح ان لايكس مضاف لها is liked مضاف لها اه دي فهقول لايك. اللي بعدها I'd like some carrots. هم? احنا عمنا لما بنطلب بصريقة مؤدبة هقول I'd like some carrots. هم? بليز. يطرق فين please? برافو. بليز. اللي بعدها I not like some mangoes. بليز. يطرق I am وال I would ولا I was? هتبقى I? هم? برافو. I would. I would like some mangoes. بليز. يعني انا احب بعض المانجوز لو سمحت. جميل جدا. طيب. تعال بقى نشوف الفرق بين some and any. some and any. some and any. some and any بيجوا هم الاتنين قبل الاسم. اللي ينفع نعده اللي هو countable. واللي ما بيتعدش اللي هو uncountable. يبقى صامو ايني? هم الاتنين بيجوا قبل. اللي يعد والذي لا يعد. يعني ايه? يعني اين فاقول some box. عادي. some water. برضو عادي. يبقى صامو بتيجي قبل الاتنين اهو. طب و ايني? بتيجي قبل الاتنين برضو. بقول any cars. any milk. طب امر ايه بقى الفرق بينهم. خلي بالك. عندي كلمة some بتأتي في الجملة المسبتة. يعني ايه مسبتة? يعني مش منفية. يعني ما فيهاش نط. كلمة some بتيجي قبل الجملة المسبتة اللي مش منفية. ومش بتيجي في السؤال او النفي الا في العرض او الطلب. الا في العرض او الطلب اللي هو بيبقى على هيئة سؤال. هنشوفها دلوقتي. I have some water. I have some water. I have some water. يعني انا عندي بعض المي. كلمة some هي جاية مع كلمة لا تعد. طب الجملة التانية. I have some box. I have some box. يعني انا عندي بعض الكتب وكلمة. آآ some جاية مع كلمة عادي تعد. طيب. تعال بقى نشوف any. بتأتي في الجملة المنفية والسؤال. بما ان some مش بتيجي في النفي ومش بتيجي في السؤال الا في السؤال اللي هو غرض طلب. او عرض. فكلمة any بتيجي في النفي. او السؤال زي ايه? do you have any water? او do you have any box? do you have any? اهي. جاية فين? في السؤال. she doesn't have any milk. she doesn't have any course. كلمة any جاية في النفي. كلمة any جاية في النفي. جميل جدا. آآ هو بالمناسبة المفروض هنا آآ دي تكون عدامة استفهام. جميل جدا. يبقى كلمة آآ اني جات لي في السؤال. كلمة اني جات لي في النفي. طيب ايه بقى موضوع العرض او الطلب ده? بص كده معايا. بولي would you like something? would you like? هو ده اوكي سؤال. بس سؤال غرضه ايه? غرضه العرض. انا انا بعرض عليك بعض آآ آآ الشاي مسلا. اللي هو هتحب شوية اجيب لك شوية شاي. do you like something? او مسلا طلب. can i have some rice? can i have some rice? اللي هو ممكن ااخد شوية رز. فكلمة هنا اوكي جات لي في صيغة سؤال لكن غرضه الطلب او العرض. جميل جدا. تعال بقى التمرين ده يخلينا نطبق مجموعة كويسة من اللي احنا اخدناه. choose the correct answer. number one بيقول لي what would you? يترى like ولا likes ولا liking. هتبقى what would you? bravo. what would you like? what would you like? لاني وط بيجي بعديها. number two. I'd like carrots. a carrots ولا some carrots ولا any carrots? واحدة واحدة. كلمة carrots مفرد ولا جمع? جمع. طب يا طرى الجامع بياخد a و an? لا طبعا. فكده هيتبقى لي some. لان ا و an بتيجي قبل الاسم. bravo. المفرد. number three are there any? طرى any milk? ولا any egg? ولا any beans? طبعا انا هعرف ازاي? تعال كده نشوف اول حاجة ايدي. R. و R بتسأل على اسم. bravo. اسم جامعة فياخد كلمة. number four I'd like a A ولا an ولا some egg. I would like. هتبقى. an egg. I'd like an egg. طب ليه ماخدتش some? لاني some بيجي بعدها اسم جمع. فانا عايز هنا كلمة او حاجة اخدها مع الاسم المفرد. number five how about boy? ولا boys? ولا boying? some coconuts. خلي بالك. how about? بيجي بعدها الفرب مضافلو ing. فاقول how about? buying some coconuts. number six بيقول لي is there any rice? ولا cakes? ولا bananas? هتبقى is there any? bravo is. عايز حاجة بعدها تكون مفرد. طيب? كيكس مش مفرد وبانانز مش مفرد فهاخد rice. لاني الاسم الان كون طبعا هو الاسم الذي لا يعد بيعامل معاملة المفرد. number seven are there not mangoes? هتبقى are there some ولا اني ولا ايه مانجوز? هتبقى are there any طيب ليه ما اخدتش some? لاني some مش بتيجي في السؤال. انما ده سؤال. طب ليه ما اخدتش a? لاني مانجوز جمع. و a مش بتيجي قبل الجمع. number eight بيقول would you like juice? هقول would you like some juice? would you like some juice? would you like some juice? طب سانية مستر انت قلت انه سم مش بتيجي في السؤال. سم مش بتيجي في السؤال لكنه ده سؤال غرضه العرض. انا بعرض عليه would you like some juice? لو اتحب اجيب لك اه بعض العصير. فكلمة some هنا جاي في السؤال اللي هو غرض والطلب والغرض التاني اللي هو العرض. لا اه اسف هنا عرض. number من يجاوب? اول bravo is is there any rice? is there any rice? ليه خد is? لاني كلمة rice uncountable لا تعد والكلمات او الاسماء التي لا تعد بتاخد is. اللي بعدها بيقول لي is ولا are ولا did there any beans? مفرد ولا جمع? جمع. فعشان كده هيخد bravo are. هقول are there any beans? في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل منشتن لصاحبك اللي في سنة خمسة اعمل لايك واعمل شير للفيديو. ولو انت مش مشترك في القناة اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس عشان وصلك كل جديد. شكرا للمتابعة واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جاي.